موسيقى موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهد الكريم إلى حلقة جديدة من هذه السلسلة المتصلة بالتأمل في آيات الله عز وجل في هدايات الله عز وجل المتنزلة في قرآنه الكريم هذه السلسلة التي جعل لها هذا العنوان المبارك إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى في سورة التوبة وهي السورة التي سميت بالفاضحة لأنها فضحت المنافقين وبينت كشفت عن سرائرهم وبينت أحوالهم في هذه السورة الكريمة خبر الثلاثة الذين تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم تبوك ويوم تبوك معلوم أنه كان يوما عظيما شديدا يوم العسرة اجتمعت فيه كل الظروف التي تهيأت فيه كان الظروف لا تجعل لا يخرج مع رسول الله إلا صاحب إيمان السفر طويل وشاق والحر شديد وفي المدينة الثمار قد خرجت والظل قد طاب ثم هو خروج لقتال الروم والروم معلوم بأسهم فهذه الظروف المجتمعة كلها تجعل لا يخرج مع رسول الله إلا صاحب إيمان فتخلف المنافقون يعني ما خرج مع رسول الله في تلك الغزوة منافق تخلف المنافقون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلف ثلاثة ما كانوا من أهل النفاق بل كانوا من أهل الإيمان ومن أهل السبق في الإيمان تخلفوا لا عن نفاق ولا عن ولا عن شيء يطعن في دينهم وإنما هو التسويف يعني القصة التي بدأت بقوله سبحانه وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاغت عليهم الأرض بما رحبت وضاغت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم الثلاثة كعب بن مالك وهلال بن أبي ربيع ومرارق بن الربيع الثلاثة كانوا من أهل الإيمان من المشهود لهم بالصدق وبالإيمان هم أبعد الناس عن النفاق لكنهم تباطؤوا في الخروج وذهبوا في شيء من التسويف يعني الواحد يقول سألحق برسول الله سألحق برسول الله رسلم يتجهز وهم ما تجهزوا تجه رسلم للخروج وخرج وخرج معه الناس وهم يقولون سنلحق به سنلحق به حتى انفرط الأمر وأصبحت المسافة بعيدة جدا وما عاد من سبيل للحاق برسول الله صلى الله عليه وسلم أصبح كعب بن مالك وهو الذي يحكي القصة يخرج في طرقات المدينة بعد أن خرره سلم بجيشه بأصحابه المؤمنين فلا يجد في الطرقات إلا منافقا معلوما معلوما بالنفاق أو يجد صاحب عذر يعني ما في المدينة غير هؤلاء الثلاثة إلا إلا منافق أو صاحب عذر من مرض ومن أصحاب الأعذار يعني لكن أي إنسان صحيح مشهود له بالإيمان وهو في عافي من بدنه وخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فضاقت على كعب بن مالك وعلى صاحبيه ضاقت عليهم أنفسهم وتحرجوا جدا أنهم الآن لا يساكنون إلا أصحاب الأعذار وإلا المنافقين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وجاءه المخلفون الذين تخلفوا عنه جاءوا يحلفون بالله كذبا كلهم يكذب ويقول يحكي عذره كان كذا وكان كذا وكله كذب ورسلم يقبل منهم ظاهرهم ويستغفر لهم الله فدخل كعب بن مالك على رسول الله وقد عزم على أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يقول إلا الصدق دخل على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فتبسم رسول الله في وجهه تبسم المغضب يعني هو تبسم لكن في وجهه شيء قال له ما خلفك قال يا رسول الله والله ما كان لي من عذر يوم تخلفت عنك بهذا الصدق ما كان لي من عذر أصلا لا مرض ولا ولا لأني لم أجد راحلة ولا لأني ما كان لي من عذر فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما هذا فقد صدق أما هذا فقد صدق هذا طبعا تعريض بالآخرين يعني أن أولئك لم يصدقوا قال أما هذا فقد صدق فقال لكعب يعني أمره بالانصراف حتى يقضي في أمره الله عز وجل ويكون ما يكون من أمر القصة طويلة من بعد إلى أن جاءت هذه الآيات التي تنزلت تعلن توبة كعب بن مالك وصاحبيه وترفع عنهم حرجا خمسين ليلة قضوها وهم في بلاء شديد لا يسلم عليهم الناس وقاطعهم الناس وهم في هذه الحالة التي وصفها القرآن حتى إذا ضاغت عليهم ضاغت عليهم الأرض بما رحبت وضاغت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا نزلت التوبة من الله عز وجل على هؤلاء الثلاثة لأنهم فعلا كانوا من أهل الإيمان والذي نجاهم والذي كتب لهم التوبة عند الله عز وجل هي الآية التي بعدها الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين يعني هذه الآية ما جاءت عبثة وإنما جاءت في سياق التوبة أولئك الذين تاب الله عليهم الثلاثة لتؤكد أن الصدق من جاء الصدق نجات هؤلاء الثلاثة صدقوا الله وصدقوا رسوله ما كذبوا جاءوا ليقولوا ما كان لنا من عذر يوم أن تخلفنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان في هذا الصدق نجاتهم وهذا الذي يقوله القرآن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله بعد الآية التي جاءت بالتوبة على هؤلاء الثلاثة قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين الصدق هو سبيل النجاة والصدق تأكد أنه سبيل النجاة كذلك في خبر أصحاب الهجرة الأولى الهجرة إلى الحبشة في خبر جعفر رضي الله عنه وأرضاه وأصحابه أنهم عندما نزلوا في الحبشة وعند ملك عادي لا يظلم عنده أحد أرسلت قريش كبرا واستكبارا أرسلت وفدا ليعود بهم من الحبشة يعني ما اكتفوا بأنهم ضيقوا عليهم وأخرجوهم من ديارهم فأرسلوا وفدا إلى النجاش يكلمه في أمر هؤلاء المهاجرين ليردهم إليهم فالنجاش أبى إلا أن يسمع من المهاجرين لا أن يكتفي بسماع كلام عمر بن العاص الذي كان مشركا في ذلك الوقت وكان رأس وفد قريش فأبى إلا أن يسمع من المؤمنين المهاجرين فتكلم عنهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وقال خضبة أيها الملك إنا كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونسيء الجوار وذكر وعدد من أمور الجاهلية ما عدد حتى بعث الله فينا رسولا منا نعلم نسبه وصدقه وأمانته وعفته ونراحظ في قول جعفر أنه قال نعلم نسبه وصدقه فأكد على معنى الصدق نعلم نسبه وصدقه فأمرنا بتوحيد الله دعانا إلى توحيد الله ونبذي الأوثان وأمرنا بصلة الرحم وبصدق الحديث وبأداء الأمانة وعدد من أمور الإسلام ما عدد فلما سمع النجاشي كلامهم أبى أن يردهم وقال اذهبوا وأنتم آمنون مطمئنون وهكذا لكن عمر بن العاص رضي الله عنه الذي كان مشركا في ذلك الوقت أبى أن يستسلم من الجولة الأولى أبى أن يتقبل الهزيمة فعاود الكر مرة أخرى أراد أن يوقع بين المهاجرين وبين النجاشي جاءه في اليوم التالي ليقول له هؤلاء الذين أووا إلى أرضك يقولون في عيسى قولا يقولون في عيسى بن مريم قولا كأنه قولا منكر يعني وهو يعلم أن النجاشي على دين النصرانية فلما سمع النجاشي كلامه استدعى المؤمنين مرة أخرى ماذا تقولون في عيسى ماذا تقولون في عيسى فأجمعوا على الصدق كان يمكن أن يتملقوا ويقولوا في عيسى ما لا يصح تملقا لهذا الذي هو على دين عيسى عليه السلام لكنهم أبوا إلا أن يقولوا الصدق والذي ينجيهم هو الصدق فقالوا لما قال لهم ماذا تقولون في عيسى قالوا نقول ما أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قاله القرآن أن عيسى هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذا هو قولنا في عيسى عليه السلام فقال النجاشي ما عدا عيسى بن مريم ما قلتم هذا العد يعني لم يتجاوز هذا الذي قلتموه هذا هو عيسى عليه السلام تماما هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه هذا هو عيسى عليه السلام فخاب رجاء عمر بن العاص للمرة الثانية لأنه كان يظن أن النجاشي يجعل عيسى عليه السلام إلها ويعبد عيسى عليه السلام فعندما يقال له إن عيسى هو نفسه عبد لله كأن هذا هو القول المنكر الذي كان يمكن أن يوقع فيه بين النجاشي وبين المؤمنين الذين اختاروا الصدق أن يصدقوا النجاشي ويقولون ما يعتقدوه في عيسى عليه السلام فكان في ذلك النجاح الصدق كما قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار وما يزاوي الرجل يصدق ويتحرد صدق حتى يكتب عند الله صديقة فالصدق نجات وإذا نظرنا إلى أول أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين بل قبل هذا عندما جاءه الوحي لأول مرة فجاءه في الغار فرجع إلى السيدة خديجة وحكى لها ما وقع في الغار من شيء عجيب حتى قال لها لقد خشيت على نفسي قالت له لا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وذكرت من أخلاقه صلى الله عليه وسلم ما ذكرت لكن كان من أول ما ذكرت إنك لتصدق الحديث ولما صعد على الجبل بعد قوله سبحانه وأنذر عشرتك الأقربين ونادى في الناس يا بني فهر يا بني عدي يا بني عبد مناف فاجتمعوا عنده قال لهم لو أخبرتكم أن خيلا يعني جيشا في الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي قالوا نعم ما جربنا عليك إلا الصدق نعم أنت مصدق عندنا قال فإني نذير بين يدي عذاب نذير لكم بين يدي عذاب شديد سؤاله الأول ليستوثق أنه مصدق أنه إذا قال قولا صدقوه لكنه مع ذلك كذبوه وهو الذي كان الصادق الأمين لكن يبقى تبقى الحقائق التي لا تتقير أنه هو الصادق الذي صدقه الناس من بعد ودخل الناس من بعد في دين الله أفواجا وكان ما كان من أداء الرسالة على وجهها ومن تبليغ الأمانة التي أداها على وجهها صلى الله عليه وسلم فالمدقل الأول الصحيح هو هذا الصدق الصدق يهدي إلى البر يهدي إلى كل خير ويهدي إلى كل فلاح الله نسأل أن يجعلنا من الصادقين وأن يجعلنا من من ينتفع بهدايات القرآن وبما فيه من الرحمات هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر